إذن مشاهدين كل الأنظار كانت تتجه للجيش الجزائري لحسم وإنهاء هذه الأزمة لكن الإعلان الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة نزع فتيلها إذن على كل دعونا نلقي نظرة على الجيش الجزائري كأقوى مؤسسات الدولة في الجزائر الجيش الوطني الشعبي الجزائري يضم جميع الفروع العسكرية المسلحة ويبلغ عدد عناصر الجيش الجزائري نحو نصف مليون عنصر عاملين حاليا بحسب آخر تقدير لجلوبال فاير باور لأقوى جيوش العالم في العام الفين وثمانية عشر وصنف الجيش الجزائري في المرتبة السادسة والعشرين عالميا والمرتبة الثانية عربيا بعد مصر وأن عدد الأفراد الجاهزين للاتحاق بالجيش الجزائري يصل إلى قرابة العشرين مليون وأربعمائة ألف مواطن يضم الجيش الجزائري أكثر من ألف واربعمائة دبابة وستة ألاف وسبعمائة عربة مدرعة بالإضافة لأكثر من خمسمائة طائرة حربية ونحو ثلاثمائة مروحية وست غواصات وتبلغ ميزانية الجيش الجزائري أكثر من 12 مليار دولار كل عام الجيش الجزائري مشاهدينه وبحكم الدستور لا يشارك في أي عمليات خارج الحدود ما عدا بعض التدخلات اللوجستية في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وتضم المؤسسة العسكرية في الجزائر كذلك جهاز المخابرات والذي يوصف بالقوي وانتقل مؤخرا لسلطة رئاسة الجمهورية منذ العام 2015 بعد تغييرات شاملة أجراها بوتفليقة في صفوف هذا الجهاز